لماذا فصلوك 4 مرات؟ بالكلية فصلوك 4 مرات ايه ايه هل من نقول لك وك حاني لا لا فصلوني بصراحة واحدة من عدتنا اخذت الطلاب للزيارة وراء سيشهاد السيد الصدو واحدة 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 بوم زون صدى كان عندنا يعني الله ينذكره بالخير بدل مات بدل عدد الدكتور كاملش طيب هو شوية سيلفي كان وقاله لها يوسف اخذ الطلاب قدوة الصف ايه اخذتهم للزيارة طيب الطلاب وراء ما ينتخبونك طالبونك كان يكون مدين تلعاب بسيطة بالحلة ايه وكان الآثار دوني رح نعلي نواي فقلت لهم خلنا وديكم مدين تلعاب كربلة رفعنا احنا للزيارة احنا ما اخذ من عندها رخصة هي كانت محاضرة الأخيرة فراحوا الى أربع طلاب ما راحوا يعني شايفوا دولة اللي يظلون بصطف ما طلعون ايه قالوا الى أستاذ تاخذنا طقوك بتقرير ايه والله قالوا ليش؟ قالوا يوسف اخذهم وراح للزيارة راح للزيارة طقنا بتقرير جئت هنا بالصبع لقاءنا الشعب كلها مفصولة بقيادة انت اخذتهم مشاكسة لا والله راحنا نزور لا طلاب يعني طلاب الحلة عن كربلة كلش قريبة ايه وطبيعية للموضوع يعني طلاب وين الروح احنا كنا في ذاك الوقت تدني صدنا وخانقنا دينيا فنحنا دائما كنا نفرج همنا بالدين يعني حقيقة يعني الروح يعني كان 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 تحدي له زيارة الحسين كان تحدي له أن نزور أمير المؤمنين كان تحدي له أنه صلى وراء سيد الشيء جيل الآن